بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد وقف بنا الوقت في الحلقة السابقة عند قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين فالله جل وعلا ختم هذه الآية بمثل ما بدأها به وذلك قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وبينا في الحلقة السابقة معنى الهداية هنا وأن المراد بها هداية التوفيق أن الله لا يوفق من أعرض عن الحق بعد معرفته فإنه لا يوفقه لقبوله بعد ذلك عقوبة له وسماه ظالما لأن من عرف الحق وأعرض عنه وتكبر عنه فإنه يكون ظالما لنفسه حيث حرمها من الهداية حرمها من الإيمان وعرضها لعقوبة الله ومقته والظلم كما ذكر العلماء ثلاثة أنواع النوع الأول ظلم الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وذلك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فالمشرك لما وضع العبادة في غير موضعها صار ظالما لأن موضع العبادة والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى فإذا صرف العبادة لغير الله صار ظالما لأنه وضعها في غير موضعها وهذا هو أعظم الظلم وهذا الظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة فمن مات عليه فهو مخلد في النار والنوع الثاني ظلم العبد لنفسه وهو أن يرتكب المعاصي التي هي دون الشرك كبائر الذنوب التي هي دون الشرك أو الصغائر فإذا ارتكب الذنوب الصغائر أو الكبائر فقد ظلم نفسه لأنه عرضها لعقوبة الله إلا أن هذا الظلم دون الظلم الأول لأنه قابل للمغفرة بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا ظلم قد يغفره الله جل وعلا لعبده وقد يعذبه به بقدر ظلمه ثم يخرجه من النار إلى الجنة وهذا خاص بأهل الإيمان وأهل التوحيد الذين عندهم ذنوب كبائر دون الشرك والنوع الثالث من الظلم ظلم العبد للناس بتعديه على أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم فهذا ظلم للناس وهذا لا يغفر إلا إذا سمح المظلوم للظالم وإلا فإنه يقتص له منه يوم القيامة وقد جاء في الأثر أن الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله وهو الشرك وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العبد للناس إن الله ينصف المظلومين من الظالمين يوم القيامة وظلم لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه إذا شاء سبحانه غفره له وأدخله الجنة ولكن على كل حال لا يتساهل بالظلم فإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين العباد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا قال سبحانه وتعالى في القرآن ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وذلك في قوله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير ثم قال سبحانه وتعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وبعدما شهدوا أن الرسول حق وبعدما جاءهم البينات كفروا هذا الكفر المغلض كفروا بعد معرفتهم الحق وبعد الإيمان وكفروا بعدما شهدوا أن الرسول حق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وجاءهم وجاءهم البينات وهي البراهين الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا كذلك استحقوا هذا الوعيد الشديد الشديد أولئك عليهم لعنة الله واللعنة هي الطرد والإبعاد الرحمة الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا طردهم وأبعدهم من رحمته كما طرد إمامهم وقائدهم إبليس لما فسق عن أمر ربه وأبى أن يسجد لآدم حيث أمره الله سبحانه وتعالى هذا هو اللعن عليهم لعنة الله وعليهم لعنة الملائكة فالملائكة تلعنهم لأن الملائكة تغضب لغضب الله عز وجل وتنكر الكهر بالله وتنكر الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعليهم لعنة الناس أجمعين وذلك في يوم القيامة لأن الكفار يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا فهؤلاء استحقوا هذه اللعنات المغلضة بسبب كفرهم بعد الإيمان وبعد معرفتهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها حق وبعد أن قامت عندهم البراهين الدالة على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله العفو والعافية من غضبه وعقابه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته